استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الارهابي وتتبع فلول العناصر الارهابية قامت عناصر انفاذ القانون بتمشيط ومداهمة المناطق والبؤر الارهابية بشمال سيناء حيث تمكنت القوات من تدمير عدد من المقرات للعناصر التكفيرية وتصفية عدد من العناصر التكفيرية اثناء قيامهم بتبادل اطلاق النار مع القوات وعثر بحوزتهم على بندقية الية وجهاز لاسلكي كما تم اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة التي تم زرعها على محاور وطرق تحرك القوات وبتفتيش عدد من الاوكار الارهابية عثر على عدد من كاميرات التصوير واجهزة الكمبيوتر واجهزة اتصالات ونظارات ميدان تستخدمها العناصر التكفيرية لمراقبة تحركات القوات ففي نطاق الجيش الثاني الميداني تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير نفقين جديدين على الشريط الحدودي بشمال سيناء وبمنطقة معدية سربيوم تم ضبط عدد ست لفافات مختلفة الاحجام لنبات البنجو المخدر باجمال وزن 12 كيلو جراما مخبأة داخل احدى السيارات وفي نطاق الجيش الثالث الميداني تم ضبط ثمانمائة واحدة وثلاثين لفافة لنبات البنجو المخدر باجمال وزن 12 كيلو جرام وضبط مائة وسبعة عشرة مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بمساحة تجاوزت الواحد واربعين فدانا وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط سبعة الاف قاروس سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط خمسين الف قرص لعقار التامول المخدر بمدينة السلوم واستيقاف 12 فرضا مصرية الجنسية اثناء محاولتهم القيام بالهجرة غير الشرعية كما تمكنت عناصر حرس الحدود التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط مائة وخمس واربعين كرتونة بداخلها سبعة الاف قاروس سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وبمنطقة العلاقي تم ضبط عربتين نصف نقل بدون لوحات معدنية محملتين بثمانية واربعين فرضا من جنسيات مختلفة في محاولة للهجرة غير الشرعية كما تم ضبط فرضين بحوزتهما خمسة وثمانين كرتونة سجائر بإجمال أربعة ألاف ومائتين وخمسين قاروسة غير خالصة الرسوم الجمركية بمنطقة البويطي ترجمة نانسي قنقر